ما تزال قضية التجسس التي تقودها شركة NSO الإسرائيلية تتصدر أخبار الصحف بعد أن هزت حكومات بعض الدول هذه القضية المتفاعلة وصلت إلى قصر الإليزي حيث أجبرت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تغيير هاتفه ورقمه وعقد اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع وذلك بعد مداولات صحفية كشفت عن وجود هاتف ماكرون بين الأهداف المحتملة لبرنامج بيغاسوس التجسسي يومية اللوموند الفرنسية ذكرت أن اتهامات انطالت أجهزة المخابرات المغربية إلا أن فرنسا تريد إنهاء التحقيق قبل الإعلان عن أي تورط للمغرب في عمليات الاختراق الشركة الإسرائيلية بدل تبرير ما اتهمت به ذهبت لاتهام قطر وحركة مقاطعة إسرائيل بالوقوف وراء التحقيق الصحفي الذي كشف استخدام الشركة لبرنامج بيغاسوس للتجسس على صحفيين وحقوقيين ورؤساء دول حيث يستخدم البرنامج لمراقبة رسائل بريد الإلكتروني والتقاط الصور وتسجيل المحادثات وذلك بعد اختراق الهاتف بيغاسوس جعل بعض الدول تفتح تحقيقات حول عمليات التجسس حيث بدأت الجزائر في التحقيق بعملية تجسس طالت شخصيات جزائرية كما طالبت وزارة الخارجية الباكستانية الأمم المتحدة بالتحقيق في تقارير تفيد بأن الهند تجسست على هواتف وحواسيب رئيس الوزراء عمران خان في المقابل شكلت الحكومة الإسرائيلية فريقا خاصا لمتابعة تداعيات التحقيق وانعكاساته السياسية والأمنية والقضائية تنديد أوروبي بشأن ما كشفته تقارير صحفية عن عملية التجسس والتي استندت بدورها إلى قائمة حصلت عليها كل من منظمة فوربيدن ستوريز والعفو الدولية تتضمن خمسين ألف رقم هاتف يعتقد أنها لأشخاص تعتبرهم أن أسأوا موضع اهتمام من بينهم ستمائة سياسي ترجمة نانسي قنقر